اشتركوا في القناة 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 افكاركم اشتركوا في القناة في الجهة تحتانية نضيف على حساب المكان يجوز غراز يجوز غراز يعني يجو بحاجة عندما نضيف نضيف الخيط بهذا الشيء نضيف الغرصة الأولى نضيف 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 كما قلت لكم نضيف الغرصة نضيف نضيف هذا التوضيح لم يكن أكثر من هذا التوضيح هذا نشرح لكم كما زال الناس يطلبوني بالتوضيح هذه الغرصة يعني هذا هو التوضيح نضيف نضيف كما قلت لكم نضيفها مطلوقة يعني لا يوجد ملوية أو العكس يعني تبقى مطلوقة نضيف هذا نضيف 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 هذه الغرزة تكون هنا في الخط نضيف نضيف أو نضيف نضيف الخيط التحت و نشد يعني في ذلك العين الاولى و ندير السريفة و نجي في نفس العين و نخرج الابرة يعني في الخوا في الوفيد هنا يعني العين هنا يباش دابا راني هوات لاحظوا مزيان ما غا نخليش الخيط هذا الفوق و ندخل من هنا مثلا او من هنا لا لاحظوا مزيان ما غا ندير نجي هنا نلوح الخيط التحت وهذه نرجع يدي اللي هنا وهذه ندخلها في وسط هذه العوينة هالغرزة دي علي يعني تكون بساطة وبسهولة هذي نجي هنا هذي نشد عو تاني يعني في هذه العوينة هذي ندير السريفة يعني غير الخيط الدائر و نخرج لابرة في الواسط يعني ما غرزة مربوطة ما قد تربط ما والو يعني غير بحل الحبقة هذي نخرج عو تاني كما تكون الخيط و غا نجي من هنا من التحت و نشد هذي العوينة من الامام اشتو من الامام هكا ندخل فيها بابرة هالغرزة دي علينا تكون يعني بهذه الطريقة ممكن تخدموها يعني في اي عرض بغيتو باي عدد دي الغراز بغيتو لا يوجد شيء اشكال او شيء حاجة يعني من فهمه رأي نفس الطريقة نفس البدية ديال الرندة ديالنا لهذه عندما تبط على الفوق كما وريتكم فرش كنت تلتحت ديما كنجي من هذي الجهة القدام يعني أنا هنا غادي بالخدمة لهذه الجهة ديما كنجي كنطل على هذي العين من هنا هذي الاتجاب حالي غادي يبكى هذي ندخل هنا يعني اشتو عارب العين ببعدها يعني شدات المكان ديالها هذي نتاقلو العين فوق منها هنديرو السريفة كما كنجي هنرا كنخرجها غيف الوراء يعني ما كان لعين لوالو هذي كان نرجع يديله هنا مع الخيط وكان شدها من هنا من القدام هذي نديرو يعني الورزة في التوب هنتمو بهذا يكون عندكم دابة جوج للبدايات يعني دوت بداية مقبل وهذه بداية شكل خور يعني لكن يعني من غرزة جوج 3 ا 4 يعني غيش اصغارين لما تديرو دكستنسلات الغوراز بداية الخيط هي طريقة قبولة وكانت فيها 10 طريقة تمانية 12 20 يعني غديروا إطلاق لغرزة لتجيب انطريق مبنيه بشكل صور باللوال سوف تخرج الغراز و تأتي بخدمة لها في البداية كما تقول لكم نلوح الخيط الثاني و غير على بره و سوف ندعب كما تقول لكم سوف نأتي من هنا من الامام يعني لا نأتي بشكل عين من هنا من الامام و الخيط يكون من الى تحت يعني نأتي من هنا من الى تحت و ندخل الى بره أدخل تختار يعني انه في الوية الثانية التي تصل لها لاندخل تربط الغرزة بوحدها يعني بوحدها يحتاج لها نقدرها في الربط يعني تربط يعني مواتيع الغرزات الاخرين و تشد يعني بلاستها و الحجم ديالها. يعني هنا اضحت لكم البداية للخدمة. انتم ما كتجبتو من هنا شوية الخدمة باش كتترجع هاد الغراز كي يوقفو. باش كتبشي الخدمة ديالنا مساوية. نديرو غرزة في الطوب. نحاولو يعني نصرفو ذاك الغرزة باش ما نخليوش الفارع ننزل. ننجي هنا. نخرج البراف الفارع. ولكن دابراني طالع يعني غدي نخليل الخط الفوق. وننجي من الامام كما قد كن. نفس يعني طريقة في كن نجي الهابط. نفس الطريقة في كن نجي طالع. يعني غير الخط اللي يتبدل تجاه دياله. ها ننجي اللحة والخيط الفوق. يعني دابراني بالاختي . نديني السواق الإستمراض. الآن نفعل من الأخرى نقرح الغرزة نقرح الغرزة وفعله هذا في الخدمة يبدأ التكتب الغرزة يبدأ الغرزة يجب أن نعطينا الحجم يستمر من طريقة يعني سهلة وبسيطة وممكن تديروها بالغراز يعني الهداد اللي بغيته انتما والاختيار ديالكم ان شاء الله يعني الفيديو الموالي يعني بعد هذا غدي كل موضوع دياله يعني كيفاش تربطو يعني هاته السنسلة مثلا هاته السلتة ديالجوش غرزات كيفاش تربطوها مع نستوق والبداية ديال الزيادة الغراز يعني الفيديو ان شاء الله المقبل هيكون الموضوع دياله يعني راندات الغرافاتة في 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 نستوق يعني غانوا لكم كيفاش تربطوها مع يعني كيفاش تبدو كزيد الغرازي ان شاء الله يعني تبعونا ديما ان شاء الله وكونوا في الموعد يعني فاش كا ينزل الفيديوغس كون تكونوا يمفعليين جارس يعني تكونوا متبعين وديما التركيز مشاهدة الفيديوهات والشرح يعني اي لقطة كدوزكم را كدوزكم فيها لكثير را ما تقولوش يعني راضي خدمة غادي نشوفو كيفاش كيبدا ولا كيفاش تنشوفو النهاية راضي داتكم بزافة الشرح وداتكم بزاف ديال المعلومات ويعني والنصائح وبزافة الحوايج يعني احنا الفيديو يعني كله فائدة الحمد لله يعني ما كان نطولوش غير هكك ولا ما كان هضروش غير هكك داوين يعني خاوين الحمد لله يعني تعالى اقدرنا نحاولو نصدو اي ملحوضة اي معلومة باش كل شي يستعفد يعني حاولو تعطونا غير شوية الخاطر واتبوه يعني المحتوى ديالفيديو را كله فائدة ما غدت نضموش يعني لي تلات فرشتورو من الاول للاخير بالعكس انتوما يعني الخدمة ديالنا كيفاش كاتجي على جوج غرزات كاتجي رائعة ومومية زودتها انتوما يعني العرض يعني ركس عطي العرض تاني مشوفوا الخدمة مزيان عدد اتباع لكم ان هذه عاد البداية يعني الشرح بسيط ومفهم تمنى تكون الرؤية واضحة يكون يعني كل شي يفهم يعني التقنية ديال الغرزة ديال الراندة جديدة ديالنا هانتوما كان حاول نخدم غيب شوية باش كل شي يفهم كان عاود فتك العوينة النية كان خرج الخيط وكان نرجع بالامان يعني بالقدام وكان ندخلو يعني من هنا في العوينة هانتوما يعني كتربط بعضها كل شي كان كاللوح الخيط الفوق كنجي من هنا من الواجهة ديال هاد الهوينة كتربط بسهولة وكانت تولي learn وكتبقى تخدم بها وما تتغنى وشاديها يعني من بعد ما تولفوها في الديكم هي اي حاجة في الاول رأي نجي من بدورة تجينا يعني يعني تجينا صعيبة حتي تجينا ما مولفاش يعني تدير ذاك الحركة او يعني تزاول ذاك الحاجة اما يعني من بعد يعني مع شوية دي الممارسة سافي كتولي يعني الخدمة يعني كتشربوها ما ساف كتولي تفيديكم كتجيكم سهلة الخدمة يعني كتش يعني صعيبة انا ولفت بها في الدي دابا يعني كنا ختم بها مطلوق يعني مسربي وعادي يعني تحاجة ما ما صعيبة يعني انا وضحنا لكم كل شي غيش دو يعني فتلاء وطرف التوب وقلصوا يعني واجتاهدو شوية وطبقو يعني هانتوما في كتجي كتجي عنده واحد شكل رائع والله القاسم يعني ما تنتموش عليها تعجبكم بزاف يعني شوفوا هانتوما كتجي يعني بحالي غادي هي بسطورة بحالي سنسلة ديال الجاكت او يعني سنينة مراكبة حدا سنينة كتجي غادي ينبون في الوسط شين كيتجمعوا كذلك السف اللي متحتهم يعني كتجي هاتي واحد الجمالية واحد نضرة يعني رائع ومميازة أنا هاتي نخدم معاكم شوية وانا نرجع ليكم يعني باش تشوفوا يعني الشكل كيف تجي الخدمة انا نرجعت ليكم بعد يعني ما خدمت شوية وطلعت الخدمة هانتوما تشوفوا يعني الملاقية ديالنا على جزو غرزات كي كتجي شي حاجة مميازة ورائعة هانتوما شوية يعني صحتكم ولا حتكم